حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن شهري بن حوشب قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن أبي ليلى أنه سمع عمرو بن خارجة قال ليث في حديثه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فقال ألا إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال ولا ما يساوي هذه أو ما يزن هذه عن اللهم من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه الولد للفراش وللعهر الحجر إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ويزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على راحللته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقالا إن الله قسم لكل إنساء نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية الولد للفراش وللعهر الحجر ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال ابن جعفر وقال يزيد وقال مطر ولا يقبل منه صرف ولا عدل أو عدل ولا صرف قال أبي قال يزيد في حديثه ولا عدل إن عمرو بن خارجة تحدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحللته حسنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال أخبرنا قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقالا إن الله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه وليس لوارث وصية الولد للفراش وللعهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو أنتم إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال عفان وزاد فيه همام بهذا الإسنادي ولم يذكر عبد الرحمن بن غنمين وأن لا تحتجران راحللته وزاد فيه لا يقبل منه عدل ولا صرف وفي حديث همامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وقال رغبة عنهم حثنا عفان حدثنا حماد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمر بن خارجة فقال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتيف قالا إن الله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو أنتم إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبلوا منه صرف ولا عدل حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن ليث عن شهري بن حوشب عن عمر بن خارجة الثمالي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدي يعطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصبغن عليه في دمه وضريبه على صفحته أو قال على جنبه ولا تأكلن منه شيئا أنت ولا أهل رفقتك حان أسود بن عامر حدثنا شريك عن ليث عن شهري بن حوشب عن عمر وأثمالي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معي هديا وقال إذا عطيب شيء منها فانحره ثم اضرب نعله في دمه ثم اضرب به صفحته ولا تأكل أنت ولا أهل رفقتك وخال بينه وبين الناس حسنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين أن عمرو بن خارجة الخشنية حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحللته وإن راحللته لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل بين كتفي فقالا إن الله عز وجل قصى ما لكل إنساء نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية للوارث الولاد للفيراش وللعهر الحجر ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعيا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أو عدلا ولا صرفا حسنا عبد الوهاب الخفاف قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمرو بن خارجة قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنا على راحللته وإني لا تحتجراني ناقته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي فقالا إن الله عز وجل قد قسم لكل إنساء نصيبه من الميراث ولا تجوز لوارث وصية ألا وإن الولاد للفراش وللعهر الحجر ألا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال سعيد وحدثنا مطر عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد مطر في الحديث ولا يقبل منه صرف ولا عدل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد فذكر الحديث وقال قال مطر ولا يقبل منه صرف ولا عدل